البعض منا لا يدري لماذا خلق ولذلك العبد في كل حركة وسكنه يذكر نفسه أنه موجود على وجه الأرض حتى يكون عبداً وإما أن يكون عبداً لله أو يكون عبداً لهواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه إما أن تزداد رفعة بعبودية الله أو تكون في أسفل سافلين بعبودية نفسك تعسى عبده الدينار في ناس يعبدون الدنيا يعبدون البلاد يعبدون الدنيا والأكل البلاد المزارع ولذلك تجد أن بعضه في التراب حياته كلها بلك خرصانة ها اسمنت حياته كلها خشب ويفك خشب حياته كلها مع الخلاطات والبنب ما في حياة ما عمره فكر أن يبني قصراً من قصور الجنة تجري تحته الأنهار لا تجري تحته المجاري لذلك أعود من أسباب الحسرة لذلك الآن أحبابي لماذا كثير من الناس يذهب للطبيب ويقول يا شيخ أشعر يا دكتور أشعر بضيق أحس برغبة في البكاء أشعر بألم في أطرافي أشعر باليأس من الحياة أنا محبط أنا يائس مستقبلي ضاع ثم يطقها بتوه الله يزاخر يعني يبتي يبكي عند مخلوق أما والله لوك باكن أمام الله أنت روحها لهموم كلها لذلك أحبابي الذي لا يعرف الله يستوحش الدنيا دار كدر الدنيا دار حزن الدنيا لا تصفو واللي يظن واحد في المئة أن الدنيا ستصفو له هو لا يعرف الدنيا تصفو لك وما صفت لمحمد عليه الصلاة والسلام أحبابي جاع محمد فيها صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه جاع فيها كسرت رباعيته فيها شج رأسه فيها أم محمد بن عبد الله كل أبنائه ماتوا قبله إلا فاطمة أتت لحقت به بعد ستة أشهر دمعت عينه مات أحفاده على في حجره وضع السلى على ظهره وضع الشوك في طريقه رأى أصحابه يعذبون وبكى وطرد من الطائف رضخت أقدامه حتى سال من عقبيه الشريفتين الدماء أيبكي محمد ويجوع وأنت انبسط في الدنيا لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما كانت الدنيا دار حزن وكدر لكان محمد فيها عليه الصلاة والسلام ملك الرسولة لكن الله لا يريد يعطي أولياءه من هذه الدار الله من حكمته جل وعلا وهو الحكيم الخبير أنه لا إذا أحب عبدا زوى عنه الدنيا ولذلك أحبابي إذا رأيت العبد يصب عليه البلاء يموت ولد تموت البنت يخسر في الأسهم تقطع رجله غرغرينة فيه سكر فيه ضغط فيه كوليسترول واحد من عياله ظالم وبنت من أبنائه ما تسلم عليه والمرهم كدر تنعيشه والراتب ما يبقى منه شيء وعليه دين يسدده ومع ذلك مبتسم يقول الحمد لله اعلم أن الله أراد به خيرا كأنما أراد الله أن لا يجعل جزاءه ولا مكافأته إلا في الآخرة هنيئا لهؤلاء الذين اختصهم الله فجعلهم في الدنيا في كدر لكنهم مع باب جنات النعيم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم افهم الدنيا احبابي من أكبر الحسرات الدنيا هذا اقسم بجلال الله ما تستاهل منك دمعة ولا تنهيده ولا بكاء ولا حسرة لأنها كلها دار فناء من اللي بقي أجدادك هل جدي وجدك على قيد الحياة أو والدهم كلها رحلوا وسنرحل واللي بعدنا سيرحلون ولو بقيت إليهم ما وصلت إلينا عندنا يقين أننا نلقى الله اللي عنده يقين أنه بيلقى الله والله ما يتحسف على هذا الدار اللي يروح ما يشوف شر واللي يجي الله يحييه ولا تتحسف